واحدة من الحاجات المهمة جدا برضو اللي لازم ان احنا نأكد عليها لحضراتكم واعتقد انها مش بالكلام اكتر ما تكون بالافعال وهي موقف النادي الاهلي بداية يعني الحقيقة الرياضة عموما لازم نحط كده برضو تحتها مية خطة احمر انه الرياضة اساسا وسيلة للتواصل والتعارف والتقارب واعتقد انه الاهلي في المقام الاول كان سفير للكرة المصرية والرياضة المصرية في كل الدول الافريقية وكل الدول العربية وادى رسالته بمنتهى الامانة واعتقد انه على مدار تاريخه كله ساهم في انه مصر تتحطى على خريطة رياضة في قارة افريقيا وتبقى قريبة من الشعوب الافريقية ويبقى كل الافرقة مهما كان اسم ناديهم عارفين من هو النادي الاهلي وعارفين من هم نجوم النادي الاهلي بل انه في اوقات كتيرة جدا ومش هدي امثلة الحقيقة اسمحولي يعني مش عايز ادي امثلة في الحاجات دي لكن في اوقات كتيرة جدا الاهلي تغاضى عن خروج على النص او على اعتداءات او على مدايقات سميها زي ما تسميها في سبيل انه يحافظ على العلاقات دي طيبة دي اللي بتجمعه بالاندي الافريقية ودايما ما بيخدهاش على انها قاعدة بيخد على انها استثناء واعتقد ده ساهم بشكل كبير جدا في تطوير علاقاته بكل اندية افريقيا وباندية العربية الافريقية بشكل خاص واعتقد ده مسال كان واضح جدا جدا مع اندية المغربية بشكل عام ورجاء المغربي كمان بشكل خاص النهاردة يمكن في نفس الاطار ده كابتن محمود الخطيب وجه رسالة شكر لنادي رجاء المغربي ولجماهيرو خليني اعرى مع حضراتكم تفاصيل الرسالة اللي بعتها كابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب طبعا يشكر نادي رجاء ويؤكد على العلاقات الطيبة مع الاشقاء المغاربة وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي شكر والتحية الى نادي الرجاء المغربي الشقيق وجماهيرو الكبيرة على الاستقبال الطيب لبعثة النادي الاهلي قبل لقاء الفريقين بعد غد الجمعة ان شاء الله بمركب محمد الخامس في اياب دور التمانية لدوري ابطال افريقيا وخاص بالشكر السيد انيس محفوظ رئيس نادي الرجاء المغربي الذي حرص على الاتصال به والاتمأنين على إقامة فريق الأهلي والعمل على راحته وانطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين وتبادل كابتن محمود الخطيب الحوار الأخوي مع رئيس النادي الرجاء وأكد في الوقت نفسه على أن النادي الأهلي يتواجد في بلده الثاني ووسط أشقاه وأن اللقاء سوف يجري في أجواء رياضية وتنافس شريف بين فريقين عربيين شقيقين وشدد رئيس النادي الأهلي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب وأن الرياضة وسيلة للمزيد من التقارب بين الشباب العربي وتبقى العلاقة الطيبة والتي يراها رئيس الأهلي هي الأهم مع رجاء المغربي الشقيق ده كان نص رسالة كابتن محمود الخطيب لرئيس النادي رجاء المغربي والحقيقة مرة تانية بنأكد معلش في متغيرات كثيرة جدا أثرت وعملت حالة خلل في الموازين المعايير اختلت ومسؤولية انتفت من المشهد الرياضي وناسها اتعودت على أنه محاولة إثارة الغضب أو إثارة الفتن من الممكن أنها تكون ترند يعني بفترض أننا حتى في الشهر الكريم مفترض أنه يعني الناس تميل أكتر للهدوء وتميل أكتر للعقلنية وتميل أكتر لأنها تكون في حالة من حالات صفاء النفس والسمو في الأخلاق مفترض أنه مشاعر البني آدم في رمضان بتهدى حالة التوتر حالة الغل حالة الحقد وإن كانت موجودة بتهالي مفترض جدا أنها تقل في رمضان فعلى الناس أنها تراجع نفسها ومش ممكن أبدا مطش ولا بطولة في أي رياضة مش بس في كرة القدم ممكن ناخدها أو نستغلها أنها تكون فرصة للإساءة بين كائنين كبار زي بيحملوا اسم النادي الأهلي أو نادي الرجاع المغربي أو بين جماهير شعبين شقيقين زي الشعب المصري والشعب المغربي ترجمة نانسي قنقر